يتعظم الحديث حول التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة من قبل أطراف رئيسية في النظام والذين يؤكدون أن التدخلات نفسها تعرقل عملية تشكيل الحكومة زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر وهو الطرف الأكثر مقاعدا في نتائج الانتخابات كتب من على سفحته في تويتر واسم لا شرقية ولا غربية لأكثر من عشر مرات فضلا عن شعار لا للتبعية وهو ما يشير بشكل واضح إلى ذيق بعض الأطراف بتدخلات الخارجية والتي يقال إنها ترجمت على الأرض عبر انفجارات وعبوات وحرق مقرات حجبية وفي آخر تقاريره تقرب محهد وشنطن مما أسماها بالمعضلة الإيرانية في العراق وهي تعبر عن المعضلة الشعية نفسها في الواقع السياسي العراقي حيث يرى المحهد أن الإشكال الرئيسي الذي تواجهه إيران نابع من أسباب أهمها فشل إسماعيل قآني ما يكشف أن النظام الإيراني لم يكن مستعدا بالأساس للتعامل مع قضية بحجم اغتيال سليماني ويقول المعهد إن تعثر حلفاء إيران في الإطار التنسيقي بمصاري تشكيل الحكومة يؤدي إلى ازدياد المخاوف الإيرانية من أن بلوغ الصراع بين الصدر وقوى الإطار إلى مديات أوسع قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المعادلة الشعية وفق أنساق جديدة قد لا تتناسب مع الدور الإيراني وأهدافه وهو ما أدى والكلام للمحهد إلى أن تتخذ إيران مقاربة عدم التدخل في السياسة العراقية بسبب رتود فعل الصدر وتياره وعلى أمل أن تصب الانقسامات الداخلية في صالحها نهاية المطافة لا ينسى المحهد أن يسلط الضوء على المعادلة الدولية في ضوء الانقسامات العراقية الداخلية فإدارة جو بايدن تواجه خطرا مزدوجا من الوضع المتأزم حيث قد تتسبب الفوضى في العراق بحدوث تقلبات كبيرة في إمدادات النفط كما أن تعطر تحركات الصدر قد تساهم في تقوية شوكة إيران إذ لا يستبعد التقرير الأمريكي زيادة النفوذ الإيراني فيما لو تم تشكيل حكومة إيطارية تسحب أوراق الضغط من يد الصدر وهذا ما سيشجع إيران مستقبلا على تبني النهج الأكثر عدوانية في المحادثة النووية مع أمريكا وبالنسبة للمحهد فإن إيران غير مستعجلة لتشكيل الحكومة الجديدة لأنها بانتظار نتيج المحادثات النووية إذ سيؤدي فشلها أو استمرار تعطرها كما هو مرجح في الوقت الحالي إلى إمكانية أن تستخدم إيران الساحة العراقية بالضد من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة فخيار الفوضى السياسي قد يؤدي إلى وقف تدفقات النفط العراقي إلى السوق العالمي وهذا ما سيكون مناسبا لإيران تماما وفقا للمحهد الذي رأى أن أسباب انفجار البيت الشيحي العرقي لا زالت موجودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر